ضربت عاصفة ترابية العاصمة بغداد وعدة محافظات وعلنت دائرة صحة الرصافة عن تسجيل 1536 حالة اغتناق في مستشفياتها يوم أمس جراء العاصفة بينها حالة وفاة واحدة في حين لم تسجل صحة الكرخ أي حالة وفاة جراء العاصفة وعلنت عن استقبال أكثر من 800 حالة اغتناق وفي كربلا استقبلت مدينة الإمام الحسين الطبية 150 حالة اغتناق أما في النجف الأشرف فكشفت مديرية الدفاع المدني عن تسجيل 14 حريق الليلة أمس بسبب العاصفة الترابية وبين أن الخسائر كانت مدية فقط